الخبر الأول الذي عندنا عن نور مارو باريش داد وهل هم رجعوا أصدقاء أو لا فاللي ما يعرف شو اللي صاير فانتشر هذا المقطع الواحد من أصدقاء باريش داد وبهذا المقطع واحد من المتابعين كان ليسأل هذا الشخص إنه هل باريش نور مارو رجعوا أصدقاء أو لا فيرد علي هذا الشخص إنه والله رجعوا أصدقاء راحطوكم هذه الأقطة شوفوها طبعا هذا دليل أول أما بالنسبة للدليل الثاني فباريش داد نزع على حساب الإنستغرام ولكن حسابه لاحتياطي فباريش نزع على حسابه لاحتياطي هذا الستوري وبهذا الستوري هو كان يسترجع بالذكريات اللي كانت ويا الفريق ويا النور مار فكاتب وين هسه وين قبل ومثل ما شايفين بهذا الستوري فيه لقطات يطلع بها نور مار وكأنه وديتحسر على هديتش الأيام طبعا الموضوع مشكوك بيه إلى الآن ويحتاج توضيح أكثر فباريش داد نزع على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه أنه اليوم رح ينزل مقطع وبهذا المقطع رح يكشف بيه حقيقة أغلب متابعين يسألوا عليها وطبعا الأغلب يتوقع أنه يصد على نور مار وخروجه من الفريق وشن السبب فرحطوكم هذا الستوري شوفوا كيفكن؟ يا جماعة بكرة في فيديو يوتيوب على قناة الأساسي ساعة أربع يا جماعة هذا بس مو فيديو يوتيوب عادي رح تارفوا عني كل شي الحقيقة مو كل شي فيه شي يا جماعة فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج شو رأيكم هذا الخبر وهتتوقعون هم فعلا رجعوا واصدقاء أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هي أسو فأسو نزلت على حسابه بالإنستغرام هذا البوست واللي كانت كابل بتاريخ هو 2020 شهر 12 يوم 25 وكاتبة ترقبه يعني بعد ثلاث أيام واخيرا رح تنزل مفاجأة أسو أما اليوتيوبر الثاني فهو نور مار فالنور نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه اليوم رح ينزل مقطع الساعة بالأربعة رح يكون عبارة عن فتح حدايا اللي وصلتها بعيد ميلاده رح يزعل القناة الأساسية ورح اضطكم هذا الستوري شوفوا جاني هدايا كتير يا جماعة الله كمال خليكم جازي مكرا الساعة أربعة هلا رأيك تحتكوني هنا أنا حتى الأن ما بعرفشي جواتهم جماعة خلان هلا خلاص تركن تصوير فتح الهدايا شوفوا العد و النكت و هيك ما عليكم جاني شغلات كتير غريبة وشغلات كتير حلوة حتشوفوها كله بكرة على الساعة أرواع قناة الأساسية خليكم جاهزين الخبر الثالث اللي عدنا عن أحمد حسن وزينب والشي الغريب اللي صار وأحمد حسن وزينب نزلوا على حسابهم بالإنستغرام هذا الستوري وأحمد كان لابس بيب الأسود بالكامل وكان كاتب لو أتاكم خبر موتي فادعوا لي وتصدقوا على روحي ولو بنصتم راية طبعا أكيد هذا الستوري سبب كثير تساؤلات وجدل خاصة أنه هذا الستوري ينزل بعد مصارويةهم من بارحة الموقف واللي هي أنه انحرقت سيارتهم من بارحة انحرقت سيارتهم بالكامل وهم تقريباً كانوا بخطر فهو من الأشخاص صار يقول أنه هو مكتب من هذا الشي أنه احترقت سيارتهم ممكن يتزعى اليوتيوب فترة ويرجع أو مجرد أنه هو خايف ما أدري الصراحة أكتبونا بالكومنتاج شو رأيكم هذا الموضوع الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين ياسو على وسامة كيتو ماريانا طبعاً ما يعرف شو اللي صاير فوسامة كيتو ماريانا كانوا فاتحين بث مبارحة وفجأة تعرضوا للهجوم من المتابعين وإبلاغات قوية بحيث تسدوا لهم هذا البث المباشر طبعاً اللي سده هو الانستغرام سبب كثرة الإبلاغات من جيش ياسو وطبعاً أغلب فانزات ياسو صاروا ينزلون هذا الستوري أنهما سبب الإبلاغات وطبعاً واحد من الأشخاص اللي شافوا هذا الستوري كانت ماريانا شخصياً ولكنها ما حجت أي شيء الموضوع اتبونا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وشو رأيكم بالهجوم اللي تعرضت له ماريانا ووسامة كيتو بس والله لنوصلنا إلى هذه المقطعات من المقطع جاوكم انتوا سحطونا للكشاركوا بالقناة شاوكم في زيما قاتل منك للخصص وبس مع السلامة